أهلا بكم منذ البارحة لم يهدأ الشمال العراقي بين قصف جويا تركيا وآخر انتحار بمسيرات إيرانية وبين القصفين العراقيون ينددون بما يعتبرونه انتهاكا لسيادتهم فما تفاصيل ما يحدث في شمال العراق في كردستان العراق تحديدا اليوم شنت إيران ضربات استهدفت مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان شمالية العراق الحرس الثوري قال إنه استهدف بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة مقرات لمن يصفهم بالانفصاليين وكالة الأنباء العراقية أكدت تعرض مقار ثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان للقصف وهو ما أكده الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وتنظيم كوملا القوم الكردي الإيراني ضربات تأتي بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل التي تتهم طهران بإثارة الاحتجاجات المندلعة في إيران منذ أكثر من شهرين عقب وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في إيران وعقب هذا القصف الإيراني دعت حكومة أقليم كردستان دعت بغداد والأمام المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ما وصفتها بالاعتداءات الإيرانية لتقوم الخارجية العراقية بإصدار بيان يرفض بشكل قاطع هذا الهجوم الإيراني ويعتبره خرقا للسيادة العراقية القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط أدانت بدورها هذه الهجمات وحزرت من أنها تقود أمن العراق والشرق الأوسط واستقرارهما فيما وصفت القيادة الوسط هذه الهجمات الإيرانية بالعشوائية وبغير القانونية وبأنها تعرض المدنيين للخطر موسيقى اشتركوا في القناة سنأتي ذات ليلة على حين غرة جملة اعتاد متابعو الشأن التركي سماعها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عند التلويح بأي عمل عسكري أو حتى القيام به فعليا قالها لليونان وقالها أيضا قبل تحرك الجيش التركي الأخير في العراق جملته تلك تصلح لكل زمان ومكان كما يقول وزير الخارجية التركي مولود جاوي شاوغلو وقد يصلح أيضا استخدامها من قبل الإيرانيين الذين ينفذون بدورهم عمليات شمالي العراق الذي تحول إلى ساحة للتدخلات دول الجوار العسكرية فهدف الطرفين الإيراني وذاك التركي هو واحد وهو استهداف القوات والأحزاب الكردية التي يصنفانها تحت مسمى الإرهاب فما الذي يحصل في شمال العراق وسوريا البداية من ضربات تركيا التي تتواصل شمالي العراق تحت اسم عملية المخلب السيف تلك التي طالت نيرانها ثمان مناطق على الأقل في سنجار جبل قنديل حيث تقع أكبر قواعد حزب العمال الكردستاني في العراق هذا الحزب المدرج منذ سنوات طويلة ضمن قوام الإرهاب التركية وحتى الأمريكية والاتحاد الأوروبي هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها تركيا منطقة سنجار فهي تندرج ضمن بونك أهداف عملية المخلب القفل التي انطلقت في أبريل الماضي وركزت تلك العملية بشكل كبير على جيوب محافظة ددهوك العراقية للحد من وجود الأكراد هناك وحماية القوات التركية الموجودة في قاعدة زلكان العسكرية منذ عام 2014 ولأجل الحد أيضا من خطر القوات الكردية على حدودها تعمل هي الأخرى إيران وتتحرك لهذا السبب منذ سبتمبر الماضي بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها طهران فطهران تتهم أحزاب كردية تعارض النظام الإيراني عللا تتهمها بتقديم الدعم العسكري للمحتجين داخل إيران بهدف زعزعة الأمن والاستقرار كما تقول إذن طهران تستهدف مقرات الحزب الديمقراطي الكردي وحزب كوملة وحزب باك بصواريخ والمسيرات والغارات تكثفت مؤخرا كما تقول المعلومات الميدانية الواردة في كل من إيربيل والسليمانية لكن الخطر لا يقتصر فعليا على غارات يتعرض لها شمالية العراق من دولتين جوار إيران وتركيا بل يتجلى أكثر بتهديد أنقر وطهران باجتياح العراق بريا ما لم تضع حكومتا إيربيل وبغداد حدا لما تصفو دولتان بتهديدات كردية آتية من هناك أما بالنسبة لهاتين الدولتين فهما تستندان إلى مفهوم حماية أمنهما القومي وأما إيربيل فتقول إنها لا تريد إلا علاقات حسنة مع دول الجوار فيما تحتاج بغداد على كل هذه التحركات وترفض أي تهديدات بدتخولات برية وترفضها وعينها على اتفاقيات أمنية مع الأمريكيين جددتها منذ أيام حكومة العراق الجديدة برئاسة محمد شيع السوداني تعتبرها إيران إذن خطرا على وجودها القومي وتستهدف مقارها الموجودة في كردستان العراق هي الأحزاب الكردية الإيرانية التي تجتمع توجهتها على نيل حقوق الكرد وتأسيس فدراليا في إيران نتوقف أكثر نتعرف إلى هذه الأحزاب الكردية المتواجدة في إيران عددهم كبير وبعضهم يتخذ من كردستان العراق مقرا له فالأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران وقعة في عين العاصف الآن فمنهم وما هي توجهاتهم؟ أبرزهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي تأسس عام 1945 ومنذ الثورة في إيران عام 1979 يخوض هذا الحزب تمردا ضد السلطات هناك ولا يريد إلا نيل الحقوق الكردية في إيران وإقامة جمهورية ديمقراطية فدرالية هناك هذا الحزب له مقران الأول في مهاباد بإيران والثاني في كويسانجاق بكردستان العراق وينتشر مقاتله على الشريط الحدودي بين أقليم كردستان العراق وإيران إلى جانبه يبرز كوملة وهم مجموعة كردية معارضة ذات توجه يساري تنشط في السليمانية بكردستان العراق ونشأت عام 1967 بهدف الانفصال عن نظام الشاه وهي فرع كردستاني للحزب الشيوعي في إيران لإيران حزب كردي آخر معارض يحمل اسم حزب الحرية الكردستاني ويعرف اختصارا بباك وهو حزب سياسي تأسس عام 1991 وينشط في كردستان العراق وكذا في إيران ويسعى إلى الحصول على الحقوق الوطنية الكردية داخل جمهورية فدرالية ديمقراطية في إيران لنذهب إلى بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن هذا الاستهداف الإيراني اليوم وكان مستمر لمدة على شمال العراق هذا عبدالله اللام يقول إيران تعاني من أزمات داخلية خانقة وتريد تصديرها للخارج والآن ليس لها من منفذ إلا افتعال الأزمات مع جيرانها وهذه تغريدة من حسن قصير يقول فيها هذا أقل ما يمكن أن تفعله إيران فالأكراد يتدخلون بشؤون إيران منذ فترة ويرسلون الأسلحة إلى المعارضة الإيرانية العبث بالداخل الإيراني يستوجب ردا كهذا أحمد لهجل أيضا يقول بدوره هذه فرصة تاريخية للعرب لإزلال وفتح كل الجبهة مع إيران ودعم كردستان العراق بالأسلحة النوعية والمسيرات المضادة للطائرات أما هذه التغريدة لأبو خالد فيقول سيكتفي العراق بإطلاق رسائل لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام وحريب دول إسلامية تكثيف دعم كردستان بالمال والسلاح كما تفعل أمريكا مع أوكرانيا لنفهم أكثر من عدة وجهات نظر ما الذي يحدث هناك تحديدا نتحدث على هذا محور الإيراني العراقي هذا من أربيل عبر أقمار الصناعية السيد كيفح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أهلا بك من واشنطن السيد ديفيد شينكر وهو مساعد وزير خارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ومن تهران دكتور أحمد مهدي أستاذ الإعلام في جامعة قم الإيرانية أهلا بكم معنا جميعا اسمحوا لي أن أبدأ فعلا من تهران لأن أريد بعض التعليقات عن آراء التي قرأتها معكم للتو دكتور أحمد مهدي كثيرون يقولون إن ما تفعله الآن إيران ما هو إلا تصدير لأزمة داخلية فعلا ثقيلة خرجت من تحت السيطرة وأنها لن ترى إذا صح التعبير خيارا آمن من حيث أن الرد سيكون محدود من حيث ضعف اليوم الإمكانيات سوى أرض العراق وأكراد إيران ولا أكراد العراق ما هو ردكم شكرا على الاستضافة أحييك وأحيي الزملاء والضيفين ومشاهدي قناتكم طبعا هذه التعليقات هي في الحقيقة آراء شخصية ولكن ما يحدث هو ليس بالأمر الجديد وكان العراق يشكل ساحة منذ عهد الرئيس السابق صدام حسين للزمر الإرهابية كزمرة خلق وغيرها ومنطقة شمال العراق تعج للأسف الشديد مثل هذه الزمر ككوملة والحزبة الديمقراطية الكردستانية الإيراني وهذه في الحقيقة فرضت بعض الظروف الصعبة على المواطنين الكرد في محافظة كردستان وفي محافظة أذربيجان الغربية هؤلاء الزمر والعناصر يشكلون خطرا لأنهم يقبعون ويتركزون في الجوار الإيراني ويعملون على زعزعة الاستقرار ولطالما حذر المسؤولون الإيرانيون نظرائهم العراقيين من مغبة ترك هؤلاء يصرحون ويمرحون في الأراضي العراقية وعلينا الانتباه إلى أن العراق كان صاحة للزمر الإرهابية وآخرها كانت داعش والجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت العراق بكل ما تملك من مال وسلاح وقدمت الدماء في سبيل مكافحة هذه الزمر والمسؤولون الكرد يعرفون ذلك جيدا إذن طهران لا تسمح بأن تشكل الأراضي العراقية منطلقا لشن الاعتداءات والهجمات عليها والقانون الدولي والأمم المتحدة تكفل لجميع البلدان بالدفاع عن نفسها وصد الهجمات الاحتمالية التي تقع على أراضي البلد من البلد الآخر ما رأيك سيد كيفاح محمود إذن ما تقوم به إيران هو شرعي نعم مشرع وهو قانوني وهي يعني إذا كانت اليوم اضطرت لاستعمال كل هذه القوة هي بالنتيجة تخاف على أمن العراق كما تخاف على أمن إيران بداية أستاذ زينة مساء الخير عليك وعلى الضيفين من طهران ومن واشنطن بالتأكيد وجهة نظر هذه هو يسوق لمجموعة التبريرات لدعم عملية القصف التي تجري منذ فترة طويلة على أراضي العراق ومن ضمنها قليم كردستان ويتهم المعارضين لنظامهم بأنهم إرهابيين فهل يقبل الدكتور أحمد أن نفس هذا التوصيف علينا حينما كنا في إيران معارضين لنظام صدام حسين أيضا كانوا ينصفوننا بالإرهابيين وعملاء إسرائيل والصهيونية وعملاء الامبريالية الأمريكية هكذا كانت التوصيفات وكانت المعارضة العراقية تحت أجنحة النظام الإيراني الحالي بل ذهبت أكثر إيران الثورة دعمت قوات بدر وشكلت قوات من المعارضة العراقية وحاربت جنبا إلى جنب مع قواتها ضد الجيش العراقي فكيف كان يصف نظام صدام حسين هذا النوع من المعارضة لنظامه؟ كنت تصيرون مشاكل لنظام صدام وليس لنظام في إيران اليوم هذه الأحزاب متهمة بأنها لا لا أنا فقط بالمقارنة ولكن لأعود اليوم هذه الأحزاب إيران تقول إنها تغذي التظاهرات والعنف الموجود داخل إيران بالسلاح وبالتنظيم والفوضى سيدتي زينة أولا المعارضة الموجودة هنا في كردستان العراق من الأحزاب كلها مدنية ولا تمتلك أي سلاح لأنه القانون صارم هنا في إقليم كردستان لا يسمح لمواطني كردستان بحمل السلاح إلا بشروط مشددة فكيف يسمح للاجئين أجانب قادمين من دولة أخرى؟ أما مسألة التهريب حقيقة هناك في المثلث بين إيران وتركيا والعراق تضاريس شديدة جدا يحصل فيها خرق في التهريب وهذا موجود بين كل دول العالم يعني هو يتهم بتهريب السلاح هل يقبل أن نتهم حكومة طهران بأنها تبترس الجماعات تهرب المخدرات إلى كردستان ومن كردستان إلى العراق علما بأن أجهزة الآمن هنا في إقليم كردستان لا يمر أسبوع دون أن تلقي القبض على مجموعات من تجار المخدرات قادمين من إيران إلى العراق يحملون معهم طبعا هذه السموم لم نتهم الحكومة في طهران بأنها هي وراء هذه التجارة فكيف يتهمون مجرد مهربين يقومون بالانتقال من كردستان إلى إيران وبالعكس يحصل هذا أنا أعتقد حكومة كردستان لا تشجع إطلاقا وليس هناك أي دعم من قبل هذه الأحزاب خاصة وإن معظم الموجودين هنا في كردستان العراق يسكنون في مخيمات منذ سبعينيات والثمانينيات القرن الماضي وبعلم الأمم المتحدة وإشرافها وهم لاجئين هربوا من الأوضاع الغير طبيعية والظالمة في إيران سواء على عهد الشاه ثم ما بعد عهد الشاه وجميعهم من اللاجئين وإيران تعرف هذه الحقيقة وكما قلت في بداية كلامك سيدة الكريمة ما يحصل الآن هو الهروب إلى الأمام ليس إلا طيب سيد كفاح باختصار شديد إيران تقولك طيب يمكن الحكومة لا تتحمل مسؤولية ويمكن الحكومة غير قادرة على كل الأحوال أنا سأخذ حقي بيدي أخرج إلى هذه المخيمات أو هذه التجمعات الإرهابية بين قوسين كما هي تراها وأخلص نفسي وأخلص الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق منها ما هو ردكم باختصار شديد على هذا المنطق الإيراني لا يعني نحن الآن في 2022 لأمل أن نغادر ثقافة البداوة وثقافة الغزو بهذه العقلية أليس هناك خيارات أخرى لحل هذه الإشكالية أليست هناك سبل للحوار والتفاوض وخاصة وإن إيران تتمتع بمقبولية كبيرة في العراق وفي كردستان لديها مئات الشركات تستثمر فيها في إقليم كردستان مصالحات تجارية أكاد أن أقول أكثر من نصفها مع إقليم كردستان أنا أعتقد بهذا الإسلوب ستخسر كثيرا ستخسر أولا تعاطف الشعب الكردستاني والشعب العراقي لأنها تقوم بعملية قصف حشوائي بصواريخ بعيد تلمدى وبطائرات مسيرة وبمدفعية يذهب ضحيتها عادة ضحايا من المدنيين لا علاقة لهم لا بإيران ولا بمعارضها المشكلة تكمن سيدتي الكريمة إن الانتفاضة في إيران بدأت تغرق الشوارع الإيرانية والمدن الإيرانية ولكي يخفف الضغط عليهم يدير أو يوجه الضغط الإعلامي إلى هكذا السلوكيات وتصرفاتك التي حصلت اليوم ويوم أمس وقبل أشهر طيب أذهب إلى واشنطن سيد شينكر طبعا واشنطن أدانت هذا القصف الأمم المتحدة وغيرها كيف يمكن اليوم أن نفهم خطورة ما يحدث من ناحية أن الكل يعرف أن هذا التحرك بغض النظر عن وجهة نظر الإيرانية ولا اليوم ما تقوله العراق والحكومة كردستان متيجة أنه فعلا سوف يزعزع هذا التوازن أو ما تبقى من استقرار هش في هذه المنطقة وفي كل الأقليم مساء الخير لك ولمشاهديكم ولضيفيك الكريمين سمعنا التصريحات من القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط التي وصفت الهجوم بأنه غير قانوني ولا يميز بين مدنيين أو غيرهم من التأكيد أن الحكومة العراقية لا تنظر إلى هذه الهجمات بأنها مشروعة وبالتأكيد تعتبرها موجهة بسبب التطورات الداخلية في الداخل الإيراني التي حدثت مؤخرا ولكن هذا شيء يهدد بزعزعة استقرار منطقة تتعرض بالفعل لعدم استقرار فإيران تفعل وتستمر في هذه الأمور منذ وقت طويل وتقوم بتمويل جماعات ونقاط أجنبية في المنطقة الكردية وأيضا على سبيل المثال بقصف المصافي تكرير النفط على سبيل المثال بشكل متكرر وهذه المنهجية من شأنها ألا تساعد في تحصين صورة إيران أمام الأكراد وبالتأكيد كان هذا محل شك بعد قتل الأمرأة الكردية منذ عدة أشهر التي كانت في المظاهرات وهذه المنطقة تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بالفعل ولجعل الوضع أسوأ أيضا لدينا الأكراد الذين يقومون بشن أهجمات عسكرية ضد الإيرانيين في مناطق أخرى وبالتالي هذا ليس وقتا مناسبا من وجهة نظر سياسية للمشاركة في مثل هذا السلوك طيب أعود لطهران دكتور أحمد أريد ردكم على بعض هذه الآراء الآن وخصوصا ما تحدث به سيد كفاح محمود بأن ما يحدث هو حقيقة قصف عشوائي يعني في مدنيين هناك أيضا هذه التجمعات أو هذه المخيمات هي مخيمات مدنية بصراحة تحت رقابة حسيسة أمنية منزوعين السلاح ومنزوعين المخالب كما يقال موجودين في شمال العراق وإيران تعرف هذا وكله يعني مقروء بالنسبة إيران إيران متواجدة رسميا متواجدة شعبيا متواجدة أمنيا متواجدة بالسلاح وبالفرق وغيرها فواضح اليوم أن ما يحدث هو محاولة لتصدير الأزمة إعلاميا للخارج وهذا ليس بجديد رأينا كثير من الأنظمة تفعل هذا ما هو ردكم لا أبدا هذا ليس من باب تصدير الأزمة هي الأزمة موجودة في بلدان المنطقة يعني الأزمة في الحقيقة تأسست وبدأت منذ الغدوء المريكي الأزمة الداخلية أقصد دكتور محدي المظاهرات اللي بالداخل هو أنا أرد نعم 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 أنا أريد أن أشير إلى ذلك لكن اسمحيلي بالرد يعني كما سمحتي لا طبعا أنا بس حبيت وضح لك أنا عن شو سؤالي نعم فهمت السؤال اسمحيلي بالإجابة وشكرا الأزمة الحقيقية تتمثل بزعزعة الاستقرار الذي تسببه الولايات المتحدة الأمريكية التي تقيم قواعد عسكرية غير شرعية في العراق وفي سوريا وكذلك حتى تركيا تقيم قواعد عسكرية غير شرعية مثل بعشيقة والولايات المتحدة عندها قاعدة الحرير وهذه القواعد وغيرها من التواجد العسكري الأجنبي هو في الحقيقة هو السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار والعقلاء الكل يفهمون أن الولايات المتحدة جاءت إلى منطقة الشرق الأوسط للدفاع عن الكيان الإسرائيلي ولزعزعة الاستقرار في إيران ولإسقاط الحكومة الإيرانية باعتبار أنها تشكل رأس الحرب لمواجهة السياسات الأمريكية في المنطقة هذا لا يختلف عليه اثنان وأما بالنسبة إلى عقلية البداوة والغزو أنا أتصور هذه تفاسير مغلوطة وبعيدة عن الإنصاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت السيد مسعود برزاني وإقليم كردستان حينما وصلت قوات داعش إلى قرب أربيل أرسلت السلاح والمال وفادة عملية هذه رواية طويلة لما عاد عليها بالنفع من بقاء في تلك المناطق وغيرها أشكركم أنا أسفاً ظهر الوقت هنا لحديث عن إيران شكراً لك دكتور أحمد مهدي وستاذ علام في جامعة قمة الإيرانية من طهران من واشنطن السيد ديفيد شينكو وهو مساعد وزير خارجية الأمريكية الأسبق لشؤون شرق الأدنى من أربيل أرجو أن تبقى معي سيد كفاح محمود لأنه للأسف يعني ليست فقط إيران اليوم التي تقوم بهذا القصف أو بتصفية من تصفهم بالإرهابيين هذه تركيا أيضاً يدها طالت في كردستان العراق وفي جوه لحظات أرجو أن تبقى معي أنتم مشاهدين أيضاً سوف نعود إليكم بعد فاصل أهلا بكم جديد إذن تركيا بدأت عملية عسكرية تستهدف حزب العمال الكردستاني وسمتها المخلب السيف وفي خضم هذه العملية لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتمالية إطلاق عملية برية في سوريا والعراق أي دخول القوات التركية إلى هناك خاصة وأن تركيا قالت أن وحدات حماية الشعب الكردية قتلت ثلاثة أشخاص في هجمات صاروخية أطلقتها من شمال سوريا لنتذكر بداية التصعيد التركي وصولاً إلى العملية العسكرية الجديدة لم تكن المرة الأولى التي تلوح بها تركيا بعمل عسكري ضد القوات الكردية شمال سوريا لكن التهديدات التي أطلقها أردوغان في مايو الماضي لإقامة مناطق آمنة هناك كانت لها تدعية سياسية أربكت مشهداً تتمسك الأطراف بثباته ميدانياً الولايات المتحدة اعترضت وحذرت تركيا في الشهر نفسه من أي هجوم محتمل نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أدان أي تصعيد مرتقب ودع للحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة أما روسيا الحاضرة بقوة في الميدان السوري فالتزمت الصمت لأسابيع ثم خرج وزير خارجيتها سيرجي لافروف للقول إن بلاده تتفهم مخاوف تركيا من من وصفهم بالإرهابيين شمال سوريا لكنه لم يؤيد أو يعارض بشكل علني العملية لم تحدث رغم تهديدات أردوغان المستمرة حتى كان الحدث المفصلي في شهر نوفمبر حين هز انفجار مدينة اسطنبول وأودى بحياة مدنيين وأصاب العشرات واتهمت الداخلية التركية سيدة سوريا بتنفيذه بدعم من حزب العمال الكردستاني ومعه قوات قسد الغضب التركي لم يتوقف عند الاتهامات فوزارة الدفاع التركية أطلقت تهديدات بعد أيام من التفجير بأن ما حدث لن يمر من دون عقاب وأكدت أنها ستمح من وصفتهم بالإرهابيين من المنطقة وبالفعل أطلقت تركيا في العشرين من نوفمبر عملية جوية في شمال سوريا وشمال العراق تحت اسم المخلب السيف استهدفت مواقع قوات قسد في حلب وشمال الرقة والحسكة وركزت بشكل كبير على مدينة عين العرب كوباني إلى جانب مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق إذن لنفهم أيضا وجهة النظر هنا ما الذي يحدث في شمال العراق وما هو المتوقع من الجانب الكردي من أنقرة هذا دكتور مراد يسلتاس مدير السياسة الخارجية في مؤسسة سيتا للأبحاث السياسية ومن أربيل أعود وأرحب بضيفنا العزيزة سيد كيفاح محمود المستشار الإعلامي رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني أهلا وسهلا بكم من جديد أبدأ معك دكتور مراد لنفهم اليوم لماذا شمال كردستان العراق وما هو المتوقع هل هذا ما حدث أو يحدث الآن هو بديل عن العملية العسكرية التركية التي كانت طالما تهدد بها وتلوح بها واليوم كما يقول كثيرون بأنها تتخذ مما جرى في هجوم إسطنبول المدان طبعا بأنها تتخذ حجة زريعة لتطلق هذه العملية التي طالما اشتهت أن تقوم بها في شمال سوريا وأيضا طبعا على شمال العراق أعتقد أنه أولا يجب أن نوضح أنه هجوم إسطنبول كان حزب العمال الكردستاني هو المسؤول عنه وبالتأكيد من وجهة نظر تركيا لا يوجد فرق بين حزب العمال الدموقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي وبالتالي هناك عملية عسكرية الآن في شمال سوريا وشمال العراق لمكافحة حزب العمال الكردستاني نعرف بأن كان هناك صدام بين القوتين وبالتأكيد عندما بدأت تركيا بمحاولة السيطرة على تلك المنطقة المصغرة لإيجاد منطقة آمنة والآن حزب العمال الكردستاني يواجه صعوبات كبيرة فيما يتعلق بالعملية العسكرية تركية في العراق وبالتالي كردة فعل تركيا قامت بإجراء ضربة عملية عسكرية وكانت لفرض السيطرة واستهدفت حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وأيضا تركيا قامت باستهداف العديد من البنية التحتية والمواقع اللوجستية لوحدات حماية الشعب الكردي في سوريا وبالتالي من الواضح أن وحدات حماية الشعب الكردية اليوم استهدفت الكثير من المواقع المدنية بالقرب من عين العرب وبالتالي شهدنا أن وحدات حماية الشعب الكردية كانت وراء هذه الهجمات الصاروخية مما أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين في هذه العملية وذكر رئيس أردوغان بأن هذه هي المرحلة الأولية للعملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وأن تركيا ستقوم بأجراء عمليات برية ضدها أعتقد أن هناك سيناريوهات متعددة السيناريو الأول فمنبج وتل رفعت هي مناطق مهمة جدا للإرهابيين وبالتالي تركيا ستحاول على الأغلب استهداف منبج وتل رفعت في المرحلة الأولى للعملية العسكرية بالتأكيد هناك مفاوضات مستمرة بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بالعملية تركية العسكرية لأنه كان هناك اتفاق بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بوقف حزب العمال الكردستاني ولكن مع الأسف لا يوجد أي تقدم على الميدان وبالتالي فإن شن العملية العسكرية الجديدة أصبح ضرورة بالنسبة إلى تركيا بالتأكيد في الصياق ذاته ستستمر تركيا في عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق لوقف تحركاتهم ولمنعهم من عمليات التسليح عبر الحدود وبالتالي نحن الآن في عصر جديد فيما يتعلق بالاشتباك التركي في سوريا والعراق سيد كفاح محمود إذن الجانب التركي يقول بأنهم أمام عصر جديد في هذا الاشتباك طبعا كثيرون يقولون أن هذه معركة قديمة لم تنتهي فيها الكثير من الكر والفروة يعني لم تنجح ولا مرة تركيا بسيطرة على حزب العمال الكردستاني أو بمنع العمليات الإرهابية أو غيرها رغم كل طول هذه المعركة ورغم تعدد المسميات وتعدد الأدوات ولكن فعلا اليوم نحن أمام سؤال أساسي هل تعتقد بأنها سوف تكون مرحلة جديدة تدخل فيها تركيا إلى هذه المناطق تحديدا شمال سوريا وتبقيها تحت سيطرتها هل اليوم نهار هذا الاتفاق مع روسيا مع انشغال روسيا طبعا أو ربما حتى مع المعروف الكثير أو الإيجابيات الكثيرة التي أعطاها أردوغان لبوتين في الفترة الأخيرة على مستوى الدولي كيف تقرأ القادم من الأيام ما هو الحد الذي يمكن أن تصل إليه اليوم هذه الأمور يعني أعتقد الأتراك يدركون جيدا عملية الانتشار في شمال الشرق سوريا أو في أجزاء من قليم كردستان بالتأكيد سيورطهم سيوقعهم في مستنقع خطير جدا رغم أنه من الصعب التكهم بما سيحدث مستقبلا لكن هذه يعني دعيني أسميها العجقة السياسية في سوريا وحتى في منطقة الشرق الأوسط عموما هناك أقطاب أربع رئيسية أو لاعبين أربع أساسيين هم الأمريكان والروس وإيران وتركيا يتبادلون الأدوار فيما بينهم لكن هناك الكثير وربما أنا منهم من يعتقد بأن هناك ربما نوع من الاتفاق ما وراء الكواليس ما بين اللاعبين الأربعة بأي شكل من الأشكال وإلا هناك سؤال مهم جدا الأمريكان حلفاء أساسيين لحزب الاتحاد الديمقراطي ولذراعه العسكري قسد والذي يمثل ذراعا من أذرع حزب العمال الكردستاني التركي كيف سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا بأن تقوم بعمليات قصف مركز لمراكز قسد ولمراكز الاتحاد الديمقراطي وهي تدعم هذه المؤسسة العسكرية بالأسلحة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتدعمها ماليا وتعينها على تشهيل الإدارة من جهة أخرى الروس أيضا يلعبون لعبة خطيرة جدا هم مع تركيا في جانب ومع حزب العمال الكردستاني التركي من جانب آخر بمعنى أن هناك الكثير مما لا يدركه كثير حتى من المراقبين فيما يحصل في المنطقة لكن أنا أعتقد العقلاء في السياسة التركية لن يسمحوا لتورط العسكريين في عملية غزو أو عملية احتلال لمساحات واسعة والبقاء فيها لأن هذا الشيء مكلف جدا ولعل التجربة الأخيرة تجربة أوكرانيا وروسيا نموذج واضح جدا لهكذا التورط وفي التاريخ ليس بالبعيد حينما غزى صدام حسين الكويت ماذا حصل تداعيات تلك العملية لذلك نعتقد الطريق الأقصر هو الذي اقتراحه الرئيس مسعود برزاني قبل عدة سنوات وقرب الطرفين من بعض حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية ونجحوا في إقامة هدنة لأكثر من سنة سنة ونص وتمتعوا بوضع جيد لكن للأسف الشديد كان خيارهم الصراع العسكري الذي لن ينتهي بالمطلق وأنت كما ذكرت أستاذ زينة هذا النوع من الصراع لا السلاح الجوي ولا الطائرات المسيرة ولا المدفعية ولا الغزو ولا الكوماندوس يستطيع أن يوقف حرب العصابات من الصعب جدا أن تنتصر تركيا على حزب العمال ومن الصعب على حزب العمال بانتهاج هذا الإسلوب وهذا السلوك مع تركيا أن يصل إلى أهدافه أنا أعتقد هو الطريق الأقصر الطريق الديمقراطي الطريق القبول الآخر لكن بأسلوب سلمي بعيدا عن التداخلات الجراحية العنفية شكرا لك سيد كيفاح محمود المستشار العلامي لرئيس الحزب الديمقراطي كردستاني حدثا من أربيل من أنقرة دكتور موراد ياسلتاز مدير السياسة الخارجية في مؤسسة سيتا للأبحاث السياسية شكرا لكم شكرا لكم